انت تقول اللي انت عاوزه لا اقولي العسل علي لان انا في يوم الامن ربنا اجمعنا وقيا بالجنة بإذن الله تعالى حنشوفه واتمنى يعني ان هو يقول لي انت كنت امين علي انت كنت امين علي طبعا كنت امين علي بس في حاجات كانت معلنة شوية للرأي العام او كانت او في ناس كانوا قريبين من احمد بالتأكيد رغدة مثلا في نهاية حياته كانت من ناس قريبين جدا والله يا رغدة للامانة اه يعني وصف لي علاقة احمد زكي بالرغدة لانك كانت علاقة الحقيقة الاعلام والصحافة مقدروش يفسروها في فترة مرضه وبعده وفاته رغدة ست جميلة وعظيمة انا بحبها لان انا شفت ست مش واقفة لزميل واقفة لابنها على رقم انه اكبر منها بس كانت اه حطف يعنيها يعني انت تخش المستشفى كان هو واخد سويت كده في المستشفى في قضة هي عاملها كأنك داخل بيت بيت من بيوتنا مش مشتشفى وقفة وبتحضله اكله وبتعمله حاجته ويعاز شرب حاجة عارفة بيحب ايه بتعملها له ولابسة للمريالة بتاعت البيت يعني كانت بيدياله جوه كده اصر ايه هل احمد زكي كان ينوي ان يتزوج من رغدة لا لان انا هتحاسب وسيل طب تفسيرك ايه ان الرغدة كانت تبدو في الفترة دي الحقيقة وهي من هنا هي انسانة معطاها لكن جميلة مع احمد تبدو كمان انها هي المسؤولة عنه في المستشفى تحديدا لكل واحد داخل وخارج ولابسة فعلا يعني 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 انها حد من افراد عيلته انا مش عايز اصنى في العلاقة انت بجريني للكلام يا دكتور عمر يعني انا كنت اه بكتاعت ان انا خب حاجة بس معرفتش اه فكر هو في الجواز ولكن فكر على استحياء لانه بدأ ينتبه احساس ان اه 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 ارتباطه بيها طبعا فيما تقدمه له بمعنى انها كانت ست توقفى جابه وكده فخاف لانناس تقول ان من وقفتها فهم قصدي لا فعشان كده يعني كان ما تردد في جزئي مش لشخص رغضة هو اصلا متردد يعني طبيعته ما بياخدش قرار اه براعت بس انا حسيت ان احمد بعد يعني فت يعني طلاقه من هالة اه قهد فترة اه بيابحث عن زوجة وكان دايما يقولي انا عايزها بيضة وعيدة يعني اه ولا ايه ولا انا لا لا انت حضرتك صح يا دكتور حضرتك صح بس هو يعني اذكر مثلا كان فيه واحدة عملت معاه فيلم منهم كان ممكن او كان فكر يرتبب ازن يعني اه وعدين بعنهاية الفيلم اه انتهت كلها اه اختفت هو الله عليك يا دكتور صح مظبوط مظبوط اه مظبوط مم واللي دي كانت احمد كانت علاقاته يعني فيه تجربة اخرى مع فنانة كبيرة اه وحدثة حصلت في الطريق بالتأكيد اه 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 برضو كان فيه فيلم هل هل واحد زي احمد زكي اه احمد زكي تزوج امرأة واحدة امرأة واحدة نزبوط وسكنها بيها في محراب الفن وانجب منها عشرات الافلام الوا هي فن التشريس اشتركوا في القناة